موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين ويسعدني أن أرحب بكم في هذه الفقرة من مسرح المجاز حيث يقام أول معرض متخصص بالتصوير دائم في هذا المسرح وشاهدين يستضيف هذا المعرض شهرياً مصورين من داخل وخارج الدولة ويسعدني أن أرحب في هذه الأثناء بالمصور أنتوني لامب من المملكة المتحدة أبدأت أن أرحبك معنا وحياك الله شكراً لكم على استضافتي اليوم لو تحدثنا عن دخولك في عالم التصوير وفوتوغرافي وما الذي يجذبك لهذا المجال بالتأكيد قبل 17 عاماً اقتنيت أول كاميرا لي في بريطانيا وبالتحديد في مانشستر حيث ولدت ولطالما كان لدي اهتماماً بالفنون والتصاميم منذ أن كنت صبياً بالإضافة إلى حبي للسفر واكتشاف المناطق الجديدة وأعتقد أنه عندما اجتمع هذان الشغفان فقد شعرت بالإلهام وانجذبت للتصوير وعندما بدأت الثورة الرقمية في عالم التصوير بدأت بشراء المعدات اللازمة قبل رحلتي إلى استراليا والتي سمحت لي للانغماس في الطبيعة أكثر وكانت هذه بداية في التصوير كمصور محترف وصوري اليوم هي نتيجة للتبسيط الذي اعتمدته في التصوير والناتج من خبرة ودراسة للتصميم في الجامعة والتي تطورت على مر السنين المعرض ما شاء الله يحتوي على العديد من الصور التي تتحدث عن الملاذات من حول العالم فحدثنا عن هذا المعرض وما يحتوي ولماذا اخترت اسم ملاذات السبب الاختياري لأماكن مختلفة والتي ترونها اليوم ما بين الصحراء والبحر بالإضافة إلى أشجار القرم والتي تم تصويرها في مناطق مختلفة من الإمارات وكذلك خارج الإمارات في المالديف وبالي ومانشستر مسقط رأسي واخترت المواقع بناء على أماكن سبق لي زيارتها أو مشاريع عملت عليها ومنها مشروعي في الصحراء والذي أردت أن أركز فيه على الرمال لذلك وضعت هذه الصور في عدة فصول ومنها هذه اللوحة التي عرضت في المعرض والتي تجمع ما بين الحياة البرية والصحراء والجمال وبالنسبة إلى البحر سترون أشجار القرم والتي تمتاز بالهدوء المحيط بالموقع واخترت اسم ملاذات لأوفر مهربا لكل من يرى هذه الصور من ضوضاء الحياة والمدينة العديد اليوم من الشباب يتجه إلى التصوير كمشروعه الخاص أو كهواية فما هي نصيحتك لكل من يدخلون في هذا المجال إذا كنت تبحث وتريد أن تصبح مصورا فوتوغرافيا محترف فعليك أن لا تترك وظيفتك منذ البداية وحاول أن تجد فرصة في وقتك الحر للتصوير وممارسة شغفك لتزيد من مستوى خبرتك وهذا ما فعلته أنا حيث قمت بالعمل والتصوير في ذات الوقت لذا صور وعمل واشعر بإلهام من حولك ولا تتغافل عن شغفك وطموحك ربما يوما ما ستصبح مصورا محترفا السيد أنتوني نام شكرا لك على هذا اللقاء وهذه المعلومات شكرا لاستضافتي مشاهدين هذه دعوة مننا لكم للحضور والاستمتاع بهذا المعرض والذي يستمر إلى السابع والعشرين من يناير 2022 إلى أن نراكم في الفقرات القادمة إلى اللقاء